احسبها صح الكل منا في هذا العالم يتابع مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من يومياتنا ومن حياتنا بل حتى طريقة دراستنا ومراجعاتنا والحصول على ما نريده الكل عن طريق هذه التطبيقات ولكن هناك بعض السلوكيات التي تسيء إلينا عن طريق تتبع هذه المشهورات أو المشاهير الساعات الطوال حتى يغفل الإنسان عن مهامه وواجباته المنزلية واليومية البعض من الأزواج يجلس الساعات الطوال مقابل التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الأربع ساعات والخمس ساعات وربما أكثر وهو مقصر في حق بيته وأسرته وأولاده ربما يكون هناك نور محترق له أشهر لم يصلحه باب لا يقفل يحتاج إلى صيانة منذ أسابيع ربما يكون هناك أشياء أساسية وضرورية يحتاجها المطبخ ولم يأتي بها وهو يقابل هذه المواقع وهذه التطبيقات بعض النساء كذلك تجلس الساعات الطوال أمام هذه المواقع وتنسى التواصل الحقيقي الشخص مع أولادها ترسم معهم تطبخ معهم تأكل معهم تدرس معهم تتحدث معهم تستمع إليهم المواقع فيها الفائدة نعم فيها الأثر فيها العلم النافع ولكن كل شيء بقدره بشرط أن لا يؤثر على واجباتنا ومسؤولياتنا كآباء وأمهات وإخوة كبار وكذلك حتى الإخوة والأخوات لابد أن نعطي من أوقاتنا لأسرتنا احسبوها صاح ترجمة نانسي قنقر